السلام عليكم ورحمة الله كانت منكم تكونوا باخر والاخير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقة تحضير مركز البرتقال او الليمون كي يجي رائع في الشكل وكذلك المضاق وكيدوم لنا مدة طويلة كان قادروا نستغلوه في جميع انواع العصائر بما انه موسم الليمون ومتوفر بكثرة علاش لي ما نستغلوش كانت منها هالطريقة تنال اعجاب ديالكم بقوا معايا باش تعرفوا على مراحل تحضير هالطريقة وعلى مقادير الوصفة بالنسبة لمقادير عندي هنا يلدرتوا كيلو ديال البرتقال او الليمون كتديروا معاه نصف الكمية ديال السكر سانيدة او السكر الخاشين يعني هنا عندي جوج كيلو ديال البرتقال غندير معهم كيلو ديال السكر سانيدة يعني الكمية ديال الليمون دائما هذه هي القاعدة ديال المركز كمية ديال الليمون النصف ديالها سكر سانيدة غن ناخد هنا يا الليمون قدروا نحكوا لي القشرة في الحكاكة حتى يعني القشرة الفقانية فقط ما نوصلوش للبيضة الجيهة البيضة او اللي نديروا ليها الطريقة يعني كل واحد وطريقة اللي يبغى مهم ان القشرة الفقانية نحيدوها غن نقطعوه على جوج وغن نحتافض بهاد القشرة اللي حيتليه غن ناخد البعض من هاد الليمون وغادي نقطعوه على نصفين بلا ما نحيدليه القشرة يعني كمية اللي غن نحيد للقشرة وكمية اخرى اللي ما غاديش نحيد للقشرة وهذا الليمون ضروري ما تختاروا الليمون اللي فيه الماء يعني باش يعطينا كمية كثيرة ديال العاصير يعني ما تاخدوش اللي ناشف كيف ما كتشوفو فيه الماء بزيف هاد الليمون والقشرة ديالو الجلدة ديالو رقيقة كمية قليلة اللي غن نخليها بالقشرة يعني الكمية اللي غن نحيد لها القشرة غالبة على الكمية اللي غن نحيد لها القشرة من بعد مما بطبيعة الحال قبل من نقطعوه نضفته مزيان وخليشه مرقد في الماء باش يزيد يتنفخ ويكون ساهل معايا في الطحين من بعد غان نعصره كامل غن نعصره كامل الليمون هادي الكمية اللي اعطاني غن ناخد العاصير ديال الليمون اللي اعصرت بدون اناني من ضيفلي ولا نقطة ماء لذا ضفتو لي الماء راهم اللي غايد الدار في المجمد غايد ولي مثل يجينا صعيب في أنكم تولو تهزو يعني من ضيفوا لي تشيي نقطة ماء فقط العاصير ديال الليمون غنضيفوا لي السكر سانيده ونضيف لي القشور الليمون ونضيف هذا الخليط مرة مرة نحركه في تلاجة او اللي على البراء من صباح تلاشية او اللي لتصبح مرة مرة نحركه حتى يقول لي هذا الخليط عاقده بحسيره يعني هذا الخليط ربما كيبقاش جاري القوام دياله من اللي غادي تشوفوه في الاول قبل ما نستعليه ونخليه ربما نشيه القوام دياله من بعد ما قد يدوز عليه واحد المدة طويلة قد يقول لي بحسيره وهاديك السكر ساني داك الدوب وهذا وشكل من بعد ما خليته مدة كافية انا درته في الليل وتلصبها وعطحنته ممكن نديره في الصبح وتلال الليل عطحنه وذا بغن ناخده وغن نحطه في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنه مزيان مزيان وغادي نطحنه باش يطحنوا القشور ويطحن معهم هاداك الليمون من بعد غادي نصفيه شي سفايا تكون رقيقة هاد السفايا انا راني ارها هبطات لي القشور ديال الليمون غادي نبدلها يعني ضروري صفايا تكون رقيقة باش هاداك القشور ما يعطوناش لمرورة في العاصير وغادي نساعد ان القشور نحيدهم على العيون ديال الصفايا باش يهبط غير العاصير فقط وهاد القشور غادي نحتافض بيهم في بواطة ديال الزاج او اللب ديال البلاستيك المهم غادي نحتافض بيهم هاد القشور غادي نفعونا بزاف في البريوش او الكيك او اللا يعني غادي نحتاجوهم كيبقوا في المجمد كيدو محتى المدة سنة كمونسيمات للحلويات والكيكات وحتى الطورتات وهاد العاصير اللي طحنت وصفيتو غادي نحتافض بيه في البواطة ديال الزاج او اللب ديال البلاستيك انا رو خد شوفوا نقدرتهم في هادو ديال الزاج لاني كندخلهم المجمد وما كيوقع لهم حتى شي حاجه القشور ديال الليمون مني كنحطهم في هذا البواطة ديال الزاج ما كيوقع ليهم موالو في المجمد يعني مكيتش ترطقه ولا موالو إلا كانوا الجاج دياله مغليد وما كيوقع ليهم موالو إلى كان الجاج دياله مرقيق ديروا غير البواطات ديال البلاستيك او اللا بلاستيك الغدائي ممكن انكم تقسموهم هاد العاصير تقسموه في البلاستيك الغدائي كتديروا كأس المركز مع الليمون يعني مع الماء من اللي كتبغو تديرو العصائر او اللي كتديرو كأس المركز او اللي تعبرو بالملاعق على حسب العصير اللي بغيتو تديرو وكيتطحن مع جميع انواع الفواكه يعني الفواكه الموز او الفريز الباباي او المونغ الكيوي يعني ممكن انكم تطحنوه مع اي عصير ممكن انكم تصيبو بي احتى الكريمات للطورتات ممكن انكم تستعملوه في الكيكة يعني تزيدي غير تدير المركز ملعقة وتزيد عليها الماء وكد تستعملي احتى في الكيكة كي يجي رائع القوام دياله من بعد مخرجه من المجمد كي يجي كريمي كيف ما كتشوفوه كي يسهل علينا اننا انهزوه وهذا هو الشكل ديال القشور من اللي كانوتا هما في المجمد من اللي كنبغيوهم كنناخدو منهم بالملعقة يعني وكيتهزونينا بسهولة انا غندير معاكم العصير قدامكم يعني هاد العصير درتو غير بالليمون بلا ما نطحنوه مع التشفاكيها وكي يجي رائع كيف ما قلت لكم هو اساس جميع انواع العصائر منعش وغاي ليقلينا ان شاء الله في الصيف كي يجي رائع وصحي اللي يمون فيتامين سي يعني كنتمنى هاد الطريقة وهاد الوصفة بإذن الله تنال إعجاب ديالكم وإلى عجباتكم بطبيعة الحال كنقول لكم ما تنسوش تديروا لايك الفيديو وتبارتاجيوا مع الأحباب والأصدقاء وتفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الوصفات وهذه هي نهاية الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنى هاد نال إعجاب ديالكم إلى وصفة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة